بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معلوم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محجة إلا السمع وهم يلعبون لا يسمي قلوبهم وأفروا النجو الذين ظلموا أن هذا إلا بجر مثلكم أفتأخون السحر وأنتم ترطرون قال ربي يعلم القول في الزماء والأرض وهو الزميع العليم بل قالوا أبغاث أحناب بني اتروا بلا وشاعر فليأتنا بآية كما أرسلنا الأول ما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوتي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جددا لا يأكلون الطعام ومن كانوا خالدين ثم أصدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرحين لقد أنجلنا إليكم كتابا في بكركم أفلا تعفلون وكم قصلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركبون لا ترقبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومتاكيكم لعلكم تشهلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما جالت تلك دعواهم قد تاج عنهم حصيدا قابلين وما خلقنا السماء والأرضى ما بينهما لا عظيم لو أردنا أن نتجدله ولن اتخذناه من لجنا إن كنا فاعلين بل نقذب بالحق على الباطل فيذنه فإذا هو زالك ولكم الغيب مما تطفون وله من في السماوات والأرض ومن ينده لا يستكفرون عن عبادتي ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار لا يفكرون أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلية إلا الله لفتدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن ما يفعل ويستنون أم اتخذوا من دوني آلية قل آكم برهانكم آذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون حق فهم مغربون وما أرسلنا من قبلك للرسول إلا نوقي إليه أنه لا إله إلا أنا فأردون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اغتغوا وهم من خشية لي مشفقون ومن يقول منه إليه من دونه فذلك نجده يهنم كذلك نجد الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء خير أفلا يؤمنون وجعلنا فيها فجاجا سهلا لأنهم يهتدون وجعلنا السماء تقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فنس يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الفند أفإن ميت فهم القالبون كل نفس ذائقة ملوث ونبنوكم بالشرب والقير فتنة وإلى الله ترجعون وإذا رأى كالذين كفروا إن يتشدونك إلا وجوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن مكافرون خلق الإنسان عجل لأريكم آياتي فلا تستاديون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كبروا إن لا يكفونا وظهرهم النار ولا هم ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغفة فترهتهم فلا يستطيعون غزها ولا هم ينصرون ولكن استرزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سجروا منهم ما كانوا به يسترزئون قل من يتلعكم بالليل والنار للرحمن بل هم عن ذكر ربهم مغربون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصرهم ولا هم منا يفقرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى يطال عليهم العمر أبلا يرون أننا نأتي الأرض من قطوى من أطرافها أفهم الظالمون قل إنما أنذركم بالوقت ولا يسمعكم مضغاء إذا ما أنذرون ولئن مجزتهم نفخة من عذاب ربك ليقولن يا وينما إنا كنا ظالمين ونضع الموادين القصة ليوم القيامة فلا تجرب نفس شيئا وإن كان مفقال حربة من قردل أتينا بها وكفى بنا قاسمين ولقد آتينا موسى وجاءون الكرقان وزياء وذكرا للمستقيم الذين يخزون ربهم بالغيب وهم من الساعة مفقون وعذا ذكر مبارك أنزلنا أفعنتم له نفرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عليم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاتفون قالوا وجبنا آباءنا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحس أم أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض النبي فقرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدا إن أصنامكم بعد أن تولوا مدذرين فجعلهم جبابا إلا كبيرا لهم أن لهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فافتو به على أحد الناس لأنهم يشهدون قالوا أن تفعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاتألوهم إن كانوا ينصفون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم انفسوا على رؤوتهم لقد علمتم ما لا ينصفون قالوا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولما تغذرون من دون الله أفلا تغذرون قالوا خلقوا وانصروا آياتكم إن كنتم فاوين قلنا ناركوني برضا وسلاما على إبراهيم وأرادوا بالكيبا فجعلناه الأرسلين ونجيناه ونوطا إلى الأرض التي بارثنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب ما فينا وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة نهجون بأمرنا وأوقينا إليهم فعل القيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا رابدين ونوطا آتيناه حكما وعلما ونزيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قومة وإن فرشفين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وإنه من الصالحين ونقلناه من القرية فاستجرنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونقلناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قومة وإن فأغرطناهم ألمان وجاء مدى وشليمان إليا حمان في الخرص إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمه شاهدين ففهمنا شليمان وقلنا لآتينا حكما وعلا وتفكرنا ماذا يود الجبال يسبحن والطاير وكنا فاير وعلمناه صناك لكم سلكم لترصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صناة لبنز لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان اللي خاطفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارثنا فيها وكنا بكل شيء آمين ومن الشياطين من يغرثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لن خافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مرسى يفر وأنت أرخمه وعطيم فاستجبنا له فاكشبنا ما به من ظهر وآتيناه أهله ومثلهم وحماهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإحماعيل وإبريس وذلكتر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وتنون إذ ذابا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أن تتبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الظلم وكذلك ينزي المؤمنين وذكر لنا إذ نادى ربا رب لا تجره فردا وأنت غير الوارثين فاستجبنا له ووغبنا له يحيا وأصنحنا له زوجا إنهم كانوا تارعون في الخيرات ويدعوننا ربا وربما وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجا فنفرنا فيها من روحنا ودعناها وغنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتا واقبة وأنا أبكم فاعبدون وتقطروا أمرهم بينهم كل إلينا غادعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرامنا لا قرية ألفنا أنهم لا يرجعون حتى إذا كتخت يأجود ومغزود وهم من كل خدب ينزلون واخترب الوعد الحق واخترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كبروا يا ويلنا قد كنا في الغفلة منها جاء بل كنا ظالمين إنكم وما تردون من ذوه الله خطر جأنما أنتم لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها دفعون وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبطت لهم من الخزن أولئك عمان بردون لا يسمعون خزن سناء وهم في مجدد أنفسهم خالدون لا يحزنه الفجع الأسبر وتتلقاه الملائكة هذا يوم قول نبيكم كنتوا هون يوم نحو السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاهين ولقد كتبنا في الزبر من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها دان بلاغا لقوم عابدين وما أرزلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلأنتم مسلمون فإن ترونوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تردون إنه يعلم الجذر من القرم ويعلم ما تردون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاهم إلا قيم قال رب احكم بالخط وربنا الرغمان المستعان على ما تخذون